بقى العزراء في حلة حب طيب طيب صراحة الخبر الحلو الشكله جاي لعزراء بصوا بقى اول حاجة القوة بمعنى قلة القوة العزراء اما ان هو مش بيواجه كما يجب شايل في قلبه ساكت يعني زى انا بنقول مش بيعبر عن اللي جواه يمكن خايف لو عبر ويتكلم هيكون طريقته فضة او هيقول كلام جارح كلام يأذي فيمكن عشان كده مفضل السكوت يمكن بس واجهي عزراء بطريقة دبلوماسية تكلم كده بطريقة دبلوماسية إلا إنه العزراء مسيطر ومروض شخص يسبع عقله يعني شخص كبير كده قوي وهيبة وحاجة position أو يعني حاجة شخصية جندة كده وهو مروضه بعقله كده بالطريقة كده بالراحة حاجة من الاثنين داخل عالم وغامرة العزراء داخل عالم وغامرة بيوصف كمان هو شخص طيب وشخص عفوي وبيصرف على طابعته فترة دي على طابعته تماماً مش بيمثل مش بيحط يعني بيتصرف بعقوايا تماماً مش سائل في الدنيا كرت إيجابي جداً وحلوة قوي وممكن كمان زي ما قلت ممكن يكون مغامرة والعزراء بس العزراء بطابعته حذر فحالة الـ spontaneous اللي انت فيها دي اللي هي الدنيا جميلة دي حلوة بس اخد حذرك برده night of cups عشان جاي بقولكو العزراء شكل عنده حب night of cups الاستاذ night of cups ده عندك روح رومانسية حساس والدني عندك روحيفة شوية الفترة دي شكل حب جديد والله اعلم بس عمتاً جديد او قديم فانت حاسس برومانسية يعني حتى الناس اللي متبطين بقالهم فترة حاسين بحالة رومانسية وقلبهم وهاية كيف في اتفاق على حاجة هيحصل مع الشريك واتفاق نحو المستقبل الناس اللي لسه متبطوش رسمياً ممكن يكون تبهيز يعني للارتباط الرسمي الناس المتبطين برضو يعني انهم الانواع بتفكروا في حاجة نحو المستقبل العزراء ماسك على حاجة مش عايز يبديها يعني يمكن يكون اهتمام يمكن يكون مشاعر يمكن يكون فلوث كي حاجة ماسك عليها بس لقيينه اتقرص مش لحاجة يعني هو اتقرص من الموضوضة فمش عايز يديه ممكن ماسك على الثقة هو في موقف دلوقتي ان هو ماسك حاجة ومش عايز يديها شكل الاتفاق فعلاً فيه عيلة جديدة يا جماعة اه تان اف كابس اه تان اف كابس اه سعادة في حالة سعادة الحمدلله مثل اللي مرتبطين قراري مش عيلة جديدة ولا حاجة فهم في حالة سعادة الحمدلله اه او بداية عيلة ده ناس بيت يعني خلص بيتذبط للجواز بيبنوا عيلة يعني العزراء برضو قوي الفترة دي ممكن احساسة للطاقة الاجابية اللي عنده واستعادة اللي هو فيها دي محسن هو قوي وبقى حكيم كده وبيعرف يوزن امور كويس وعنده حكمة كده والدنيا حلوة او ما شاء الله ريتها الجميلة يا عزراء في حاجة منتظرة كان نستنيها بقى له فترة ممكن هتشتغل عليها حط فيها مبهود كبير قوي هتبتدي تبان بقى عن نتائجها دلوقتي او خير عملنا حد قبل كده بيت ردرنا دلوقتي بتعارفينه يعني خير تعمل هتلاقي خير شر هتلاقي شر فهو ان شاء الله البيت خير وان شاء الله هتحصوك دلوقتي حالة الرومانسية اللي العزراء فيها ما تمنعش برضو من قوته ثباته king of swords شخص ذكي محبوب قوي قوي جدا برضو عقله وعقله في ايدي يعني عقله هو اللي بيمشيه برضو يعني عزراءتنا بيحب بيحب اوه عنده مشاعر كلها زينا يعني طبيعي بس يحبه بعقله يعني اللي بيلفت انتباهه وبيشد انتباه العزراء لازم يوم العقل الاول ويملاه مظبوط يعني مش ايه كلامي وهيسمع خبر حلو فيه خبر حلو انا مش عرف احلى من كده ايه بس يعني كي خبر حلو انا مش عرفش قرية حلوة بالحلاوة دي اه الاريه حلوة جدا يا عزراء حلخصها بسرعة تستميلي يا دودي العزراء مروض شخص اه مظبوط بعقله كده يعني بالحماية وبطريقة كده يعني باي جنتل اه مسيطر على حد قوي جدا او حد زون وفوز او حد ليه سلطة علي يعني اه ممكن يكون مسلا قب جديد فاهمين قصدي فاهمتون روديد شوية زلع كده وحماية اه مغامرة جديدة ان شاء الله داخلين عليها في حالة اه رومانسية كده وشعور بالرومانسية في عيلة جديدة او عيلة سعيدة اه في قوة وثبات وحالة ثقة في النفس كويسة جدا برضو بناك قوي يا عزراء لما بتبني حاجة بتبنيها مظبوط يعني بناها ما بيقعش ان شاء الله خير جيلك ان شاء الله عملت بحد بتردلك او حاجة انت مستنيها ان شاء الله حديلك اه محبوب دلوقتي وسط الناس والكارزمة بتاعتك كده عالية وهتسمى خبر حلو كمان يا عزراء ما شاء الله شهر ده حلو قوي ما شاء الله عندك بإذن الله يا رب يا رب يعني الكروت تصدق مسائل فل طيب يا من مرسي جبان دي دي حبيبتي وعلى النصيحة الحلوة دي اه الحمل القراءة كانت موجودة يدعاق للك فعلا بس اه اتمسحت وقت لما الصفحة كانت فيها مشكلة الوانة لمساحته بإيه دي للأسد بس ان شاء الله هعمل قراءة تاني بس شوية جدا جرج الجد يتقالم بارح يا غايب والله يا جوليانا يعني مالك بينه يعني كبات لأ انا شايفة كبات لأ ان شاء الله في ارتبوصي التور هنصوط له تاني يا سافة حاضر اه فاطيمة حبيبتي لا مش متأخرى ولا حاجة انا لسه في المجموعة الاولى اه دي المجموعة الاولى يا تاني حاضر اوكي مساء الفل اهلا يا احمد اوكي التور اكديني عن الجدي ساربيل اتكلمت عنه مبارح موجود على الصفحة حبيبتي طبعا نورتيني يا سارة وانتي بقال في خير يا حبيبتي ان شاء الله يا دعاء بشكرك حبيبتي اهلا بيك يا احمد يا مساء الورد ادلو بليز قريب جدا فعلا جدا مسيها دير تا معي الحاجة حياتي كلها مش تمام انا ببتاة ايام دي بجب نفسيتي مش مزدوطة فاطيمة انت برج العزراق بس الكل اعزراء اولى المجموعة الاولى بس احمد دي المجموعة الاولى بس وعايز اقول لكم موضوع تقسيم المجموعة ده مش شرط ينطبق على المجموعة كلها ممكن انت تكون مجموعة اولى وتنطبق عليك المجموعة اراية المجموعة الثالث انت استيل جوه العزراء فهم قصدي فاللي هيسمع الاقتر اراية هتبقى قريبة لحالته دلوقتي يبقى هي دي الاقرية اللي مزبوطة معي ان شاء الله يا رب باذن الله لا ما شاء الله قريبكو حلوة قوي بلسة واحدة اي للي دلوقتي اننا قريت العزراء بتاع الشهر اللي بتحصلت بحزفرها بالظبط يعني الحمد لله سبحان الله العزراء لاني ده جدا ما احنا بنقوله اهو يا بنقوله انا بقوله ويفليكي ليه يا شايمة طيب يا جماعة ما شاء الله في المنتج الكومنتز كتير قوي ومش حال حقارة كل ده بس قلب على جواز مش عارفة ليه قلب على جوزاء اه هو انتم يعني لأ لأ بس الجوزاء يختلف يختلف شكلا ومضمونا طيب تعالوا بقى نشوف الحالة العاطفية بتاعتوا ايه مع ان شكلها حريو شكلها حريو بالنسبة للناس حسبها اكتر ميلة لناس جديدة يعني علاقة جديدة انا شوفها الناس المتبضة بقى فعلا بقالها فترة دي اخبارها ايه سأضح الخير يا شايمة ايه ايه اللي بيحصل لك? بصوا الناس اللي مطبقة بقى لها كتير. مش تمام. اه. احلى صباح عليك يا زينب. العزراء حاسس بنفسه في توازن لك. هو نفسه عايز توازن اكتر. مش حاسس ان هو العلاقة متوازنة كفية. يمكن شايف كالعادة ان هو بيدي اكتر او بيهتم اكتر والشريك مش بنفس القدر يعني. اه. نفسه مش عارفة هو حاسس انه الريتن بطيء في العلاقة والدنيا مش يبطق شوية او وقفة او يمكن عايز هدف معين. هو عايز سرعة شوية. عايز الدنيا يبقى فيها الاكشن اسرع شوية. اه. شايف شريكه ازاي? شايف شريكه مبيعمش حاجة. مبيعمش حاجة خالص. يعني واقف مكانه كده اللي بيصد ولا بيرد زي مبيعمش حاجة خاصة. الطاقة فيها تعب. طاقة فيها تعب. تعبان. اه. تعبانين الاثنين على فكرة. الشريك عايز ايه? هي فعلة لشكل الدنيا وقفة. مش عاكده مشاعر وقفة او ايه ايه المتعطل بالزفت بس هو نفسه الحاجة لابدور شوية برضو ويتيجي يبقى في حركة. نفسه ما يبنش ضعفه قدامك. مش عايز ضعفه يبين. عايز يبين قدامك متماسك وقوي. شايفك ازاي? شايفك بتديه الحاجة من غير نفس. يعني انا شو انا حسيت الكاتبة كده ان انت بتعمل الحاجة وانت اكلاق بتعملها وخلاص. مش راضي مش مبسوط مش بتعملها بروح كده اللي هو انت فعلا عايز تعملها. بتعملها منورة قلبك يعني. طيب. ايه اللي بيحصل الشهر ده? ايه اللي هيحصل الشهر ده? انا شايفة ان الدنيا هتوزبط يعني. ليه هتوزبط فيه هنا آآ دنون بس اقو انتو مش نقصين بط يعني انتو واضح العملية عندكو نيما خالص. راقها نيما يدان. آآ فيه هدوء. في حالة هدوء وحالة سكينة وكله سيكت كده في حالة آآ آآ يعني بس دي عالة استقرار انا شايفة ان الدنيا مستقرة ولا ما عرفش الهدوء ده ده هالهدوء قبل العصفة ولا ايه بالزبط. بس انا شايفة حالة هدوء. بتقول انه آآ بتتكير بالعقل يعني باصين على العلاقة بعقلكو تماما من احين المشاعر ودي عبتك يا عزراء دايما انت بتنحيي المشاعر ومش آآ مش بتفكر بالمشاعرك خالص بتفكر بقلبك بس وباصيس بقى العلاقة ده عمال تقيم فيها وبتعيد بقى القديم والجديد. بس انا شايفة تغيير هيحصل في تاقة جيدة داخلة. وحتمد العلاقة بشوية آآ شوية بوزيتي يعني. الموضوع هيبقى فيه شوية بوزيتي شوية. اللي هو لا يا جماعة مش قوي كده. قديني حتمش ان شاء الله. آآ مش عارفة. يمكن تكونوا انتوا بورجين من النوع الهادي. العزراء مش عايزي واجه. هي دي المواجهة لو اه مش عايزي واجهة. انا مش عارفة. بس آآ هو معابي. العزراء معابي يعني هو جواه حاجات كتير. جواه حاجات كتير عايزي يقولها فجواهد يا عزراء قول بس بالراحة يعني من غير بس مشكلة. ربنا ان شاء الله يعديها على خير واقع بطاقة التعب اللي العلاقة فيها دي بازن الله تعدي بسرعة. ان شاء الله تعدي بسرعة. اللي هيسألك انتصال لما فيش انتصال ما فيش جواهد ولا حاجة خالص. هو بس حاجات مترقنة. يعني هو واضح ان فيه حاجات مترقنة بس عندكم. اوكي. يا مساء الورد. اللي بتحكي كل شرحة. بس لانيليا نور بشكورك حدثي. سعلا هدوء قبل العصفة. اللهم احفظنا. ده انا. اوكي. طب شروف لا? ان شاء الله ما فيش عصفة. صحيح كاتم كتير. هو بقى المشكلة في الكاتم ده يا جماعة. جاء اوحاش حاجة. لان بتلاقي فجأة آآ شريك بقى يبص يلاقي انفجار. هو مش فاهم. خير اللي حصل. هو مش فاهم حاجة. يا ريت تحاولوا الحاجة بتقندهيقك واول باول طلعوها. والله يا العظيم ده يعني قوس راسك. بحمل الله. آآ. سلامتك يا فاطيما. ان شاء الله الدموحك بقى كونيسة. ان شاء الله ولاية تبقى كويسة. بس خرجوا اللجوات وكده ايه طريقة ثلثة كده بالراحة. بالراحة. ان شاء الله كل حاجة هتبقى تمامة. مش شايفة بعد ومش شايفة انتصال ولا ايه حاجة من الحاجات دي خالص. متنايل كده نفسي بخبار حلي. لا بصي يا اميرة القرية الجنرال بتاعك لعزراء يعني مش عايزة كلامك. لو فاتتك بيخش يسمعيها دين. طحفة ماشاء الله. فعلا انا عزراء. كويس يا فارح. كلام بنتي جدا. ان شاء الله بازن الله هتتطميني عليها وكل حاجة تبقى كويسة. بدلو الحوت اتقال يا حيان موجود في الصفحة. بدلو عن قرية جدا. اهلا بيك يا خالد. هي حكاية الكروت مالهب بتقع كتير النهاردة ليه. ثانية واحدة يا جماعة. اهل صاحبنا كتير بورج بنتي. ربنا ايه خليها لك يا حنانو ان شاء الله تفرحي بيها وتطميني عليها. كل كلامة صحبه شكورك يا ساسو. طيب. يبقى عرفنا المشكلة اللي عزراء معبي. وكاتم في قلبه. وهو ده اللي عملي المشكلة. بيعمل الحاجة فعلا من وراء قلبه. من غير نفسه متعبان. متعبان في العلاقة. خلوا بالجواك هترتاح. بس. بس بالراحة كده. يفهم وتبقى اللي قوي من شاعرك يكون في نفسي. ايه؟ من شاعرك هبكتم في نفسي. بص يا احباد مجرد ان انت تطلع لجواك سواء ما يفهم. يعني احسن انهم يفهمش. مهم انت طلعت لجواك ورتحت. حاضر يا الز. حاضر هنشوف رسالتك حديثة ان شاء الله وارد عليك. انفصال مهده. مش شايفة بعد انفصال ازاي. يبقى مش انفصال نهائي ان شاء الله يا بوس بوس. يبقى ان شاء الله مش نهائي. خناقة يعني. خناقة وان شاء الله اترو فيها. اوكي. كلش صح. بشكرك يا مباركة اه مباركة مش هفقرى الاسم اللي باعش. تعالي نشوف بقى المجموعة التانية. آآ من برج الجوزاء بتبتدي آآ سوري برج العزراء. اسفل برج العزراء من واحد لحد عشرة سبتمبر. نشوف بقى من واحد لعشرة اخبارهم ايه? يبقى. برضو عند حب. برضو. العزراء في المجموعة التانية. عنده شيلة اكبر منها. بمعنى هموم او مشاكل العصيان زي ما قلنا بترمز للمشاكل والحمول. اوكي? مسئوليات آآ عقبات الحاجات اللي مش ظريفة دي. الشيلة تقلق قوي عند العزراء الشهر ده. مش عارف يرفعها. لو سمحت يا عزراء. الحاجات اللي مش مهمة ارنيها واطلق مساعدة. يعني المساعدة هتفيدك. برضو زي ما قلنا يعني احساسه آآ العاطفي عالي في الشهر ده العزراء رومانسي وعايز مشاعر يدي مشاعر ويستقبل مشاعر. مركز مع المشاعر الفترة دي. جود انجويت. آآ آآ فيت عملية تحول تحصل عند العزراء. موت لشيء. ولادة شيء جديد. الموت اهو. والولادة لشيء جديد اهو. الشمس بتطلع تاني. في قلبان. في حاجة بتتشقلب. بمعنى. حاجة هتختفي خالص تظهر محلها حاجة تانية. يعني ممكن يكون. آآ موت اه اه او تحول. مش عارف اقوله ايه. حاجة حاجة. عاش بيها فترة يعني. حاجة طويلة وراحت. يعني بتراحه بترجع مكانها حويلة. يعني بتولد مكانها حاجة تانية. طاقت الامر. حلوة جدا. طاقت برضو هدوء وسكينة. مستكين العزراء في الحالتين الحمد لله. مش مضطرب. ما عندوش عصبية. ما عندوش الحاجات دي الدنيا عنده الحمد لله هدية. آآ وفي حالة روحانية كمان. ممكن نزود عباداته او بيتأمل في حالة آآ هدوء كده وصفاء عند العزراء. بس عايزة انا اتبهل العزراء لان فيه شخص وراه متربص له. شخص قريب. عارف كويس. وعارف كل تحرقاتك. آآ. العزراء اللي لسا ما اتجوزوش فيه. ده زواك. ممكن زواك. ممكن يكون بيمر بموقف صعب. هو حاليا جوه الموقف. جوه موقف صعب. آآ. انا ميلة اكتر ان هو موقف صعب. معلش. انا ميلة اكتر ان هو يكون موقف صعب. آآ بس ان شاء الله هتعادي مني. في شوية حيرة. حيرانك في اتخاذ قرار معين. او انت صابت كل تركيزك في حاجة. ركسية جميل جدا جدا. وبدأت تهمل حاجات تانية. آآ. وزع طاقتك مظبوط يا عزراء. علشان ما تهملش حاجة وراك تبقى مش واخد بالك آآ. تتراكم عليك يعني. انا شايفة من الحمول اللي انت عندك دي. او يمكن تكون حمول او مشاكل. ده هيبقى رضك ليها. اوكي. حاجة من الاتنين. اما ان هي الحمول نفسها هتخلص وحتبتدي عصفة تزول. وتطي تخش في مرحلة اكثر هدوء واقل وطأة يعني من الحمول. مرحلة هتعدي يعني خلاص هتخلص بسرعة. او انك انت اللي بتختار انك انت تبعد. لا انا ماشي بقى وزي ما انتو شايفين واخد بعض وماشي وبحدي بقى كل الحاجات دي داري لان انا خلاص مش قادر. بالشئلة تقيلة يعني فعلا دي مش شئلتك مش قادر علي وفاة تروح سيبها وراك وماشي. فهم حاجة من الاتنين. يا هيبقى باختيارك يا اما هو الوضع نفسه هيبشي بيت كده. بس في الكلك الحالتين المشاكل حاجة ايه؟